مع استمرار معاناته داخل الأسر بعد إصابته بمرض السرطان في رأسه منذ عامين وعدم تقديم العلاج اللازم له من قبل مصلحة السجون تعيش عائلة الأسير إياد عرسان عمر من مخيم جنين الخوف على مصير ولدها المعتكل منذ 21 عاما طبعا مضع الصحيات سعب جدا يعني متخوفين أنه مش في صياد لحاله طبعا كافة الأسر صديقي منستناش منه من تلحون الأسر أنا برضو بكيها السوداء نحن من يوم حاليين يعني الأسير اللي في السجن فقد أمه وأبوه هو أسير يستنوا بيه تأخوه يبكي أخوته أنا أخرز بره زرت بيها من 14 سنة بعدها خلاص يعني منعونا ضغط السجون منعونا من الزيارة طبعا مش لحالي هذه الجميعهم حركة فتح إقليم جنين نظمت وقفة دعم وإسناد للأسير إياد في ميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط المدينة شهدت مشاركة حجدين من المواطنين ألقيات خلالها كلمات عدة حذرت مما يتعرض له الأسرى داخل السجون مطالبين بإطلاق صراحهم قبل عودتهم شهداء اليوم هناك انتفاضة في سجون الاحتلال ضد إجراءات القمع الصهيونية وفي مقدمة هؤلاء الأسرى الأبطال المرضى إياد عمر وناصر بحميد وفؤاد الشوبكي ومحمد الفحات وغيرهم العشرات بل المئات من المرضى في سجون الاحتلال الذين يعانون المرض ويعانون الإعدام الطبي وليس الإهمال الطبي يريدون أن يعدموهم في داخل كلاع الأسر واجبنا في حركة فتحه وقمعنا كل الفصائل وابناء شعبنا الفلسطيني يجب أن نقف ونضغط على هؤلاء الصهاين المجرمين من أجل الإفراج عنهم الأسيرياد عرسان عمر 38 عاما من مخيم جنين أتكل وعمره 17 عاما وحكم عليه بـ 25 عاما رحل والده دون تمكنه من وداعهما مع استمرار ممارسة مصلحة السجون سياسة الموت البطيء بحق الأسرة تستمر الخش على حياة المعتقلين والذين أعلنوا مؤخرا خطوات تصعيدية ورافضة لهذه السياسة أمر قد يدفع إلى تحرجة كرة المواجهة بأي وقت أحمد نزال تفزيون فلسطين جيني